ومن تونس ينضم إلينا السيد سرحان الشيخاوي الكاتب المختص بشؤون انتخابات والمحلل السياسي سيد الفاضل اليوم مرشح واحد فقط بعد عشرة مرشحين في اليوم الأول لطلبات الترشح ما دلالات ذلك وما هي الأسباب؟ أولا أكيد أنه بلغنا في تونس 11 مرشحا عشرة مرشحين قدموا مطالبهم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية في اليوم الأول ومرشح وحيد اليوم أعتقد أنه كل المرشحين كانوا يعدلون ساعاتهم على اليوم الأول فقط ويمكن الحديث في هذا السياق عن معطيات كثيرة ومنها أنه حتى العشر الترشحات التي تم تقديمها في اليوم الأول ليست ترشحات كلها جدية فمنها ما هو مرفوض من حيث الشكل لأنه لا يتوفر على التوقيعات والتزكيات اللازمة سواء كانت تزكياتا وتوقيعاتا من المواطنين أو تزكياتا من قبل النواب البرلمان حيث أنه يمكن أن أؤكد أن القانون الانتخابات في تونس يفرض توفير عشر تزكيات من نواب البرلمان أو عشرة آلاف تزكياتا من المواطنين الناخبين التونسيين أعتقد أنه كل أو تقريبا جل الراغبين في الترشح لمنصب رئيس الجمهورية يعني عدلوا ساعاتهم على اليوم الأول فاليوم الثاني لم نجد مرشحين كثر لكن من المنتظر في الأيام القليلة القادمة أن يرتفع عدد المترشحين لمنصب رئيس الجمهورية وكل من سيخوذ سباق رئيسية تونس إلى أكثر من خمسين مرشحا حسب ما توفر لنا من معلومات لكن يمكن أن نتحدث أيضا أنه كل هذه المرشحات كل هذه الترشحات ليست كلها جدية هناك ثلاث أو أربع ونفسين فقط يتنفسون على سباق رئيسية ومجلس التشاورية اليوم هل ستخرج باسم محدد من داخل قياداتها أم من خارجها ونحن أمام بعض الأسماء مثل حماد الجبيري عبد الفتاح مور راشد الغنوشي هذا بالنسبة للداخل من الصعب جدا أن حركة النهضة تخرج باتفاق لدعم مرشح وحيد لأنه نعلم أن هناك خلافات كبرى داخل حركة النهضة فهناك من يدفع في سياق التصويت لصالح مرشح من داخل الحركة هناك من يدفع في سياق التصويت لمرشح مستقل من خارج الحركة وحتى هذين التصورين يختلفان في مستوى المقاربات داخل قيادات الحركة هناك من يدفع في سياق ترشيح عبد الفتاح مورو أو راشد الغنوشي رئيس الحركة هناك من يدفع في سياق ترشيح رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد وهناك أيضا من يدفع في سياق ترشيح عبد الكريمز بيديو وزير الدفاع هناك طيارات كثر داخل حركة النهضة هناك خلافات كثيرة ويمكن أن تحدث في هذا السياق أنه عدد من قيادات النهضة اليوم يعني غادرت اجتماع مجلس الشورى وهي غاضبة لأنه لم يحصل توافق حتى يوم الغد أعتقد أنه الموقف لن يكون منسجما بشكل كبير وأعتقد أنه حركة النهضة يمكن أن تدفع في سياق الانتخاب انتخاب قواعدها لثلاث أو قيادين يمكن الحديث عنهما في الساعات القليلة القادمة ستترك يعني الخيار لقواعد حركة النهضة إما أن تصوت لهذا أو لذاك ولن تحسم قرارها في شكل يعني مرشح وحيد تلزم قواعدها بالتصويت لصالحه يوسف الشاهد ماذا لو حسم موقفه أولا السؤال هو لماذا تأخر حتى هذه اللحظة ولماذا لو ما يحسم موقفه من الترشح لرئاسيات ثانيا لو تقدم بالترشح هل سيظل موقف النهضة منه داعما يعني هم الآن في حكومة واحدة ماذا عن المستقبل يعني يمكن أن نقول أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد يعني يؤخر ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية إلى الساعات الأخيرة من تقديم الترشحات لأنه هناك أحراج كبير من أنه يكون رئيسا للحكومة ويكون مرشح انتخابات الرئاسية وهناك حديث في تونس وجد الكبير حول إمكانية استغلال يعني مؤسسات الدولة لصالح رئيس الحكومة يعني الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة أعتقد أنه يوسف الشاهد يحاول تأخير ترشحه إلى الساعات الأخيرة من غلق باب الترشحات في تونس هذا فيما يتعلق بسؤالك حول تأخير ترشح يوسف الشاهد لرئاسيات أما فيما يتعلق بموقف حركة النهضة أعتقد أنه القيادات التي تدفع في سياق ترشح يوسف الشاهد لرئاسة الجمهورية داخل الحركة صوتها ضعيف أو بدأ يضعف بشكل كبير جدا وخاصة أنه المزاج الشعبي في تونس ليس مزاجا ملائما لدعم يوسف الشاهد وخاصة أنه عدد كبير من التونسيين يدفعون في سياق ترشيح وزير الدفاع عبد الكريم الزبيدي وهذا يمكن أن يؤثر بشكل كبير جدا على موقف حركة النهضة شكرا جزيلا لك سيد سرحان الشيخاوي الكاتب المختص بشؤون الانتخابات والمحلل السياسي شكرا جزيلا لك